فطرة كل حي شواهد الحس دلائل العقل تشهد صادقة أن لهذا الكون خالقا حكيما يستحق العبادة ويجب الإيمان به ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد والإيمان بالله تعالى هو أصل الأصول وأعظم الواجبات وقد سئل صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله ويتحقق الإيمان بالله بأربعة أركان الإيمان بوجوده الإيمان بربوبيته الإيمان بألوهيته الإيمان بأسمائه وصفاته فوجوده سبحانه أوضح الواضحات وأظهر البديهيات دلت عليه الفطرة والحس والعقل وقام كل ما في الكون شاهدا عليه قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون ويتحقق الإيمان بربوبيته سبحانه بالاعتقاد أنه الرب الخالق الرازق له تمام الملك والتدبير لا يتحرك متحرك إلا بإذنه ولا يسكن ساكن إلا بأمره قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون ومقتضى الإيمان بألوهيته تعالى الاعتقاد أنه لا معبود بحق سواه فلا تصرف العبادة لغيره ولا يرتجى ثوابها إلا منه قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أما الإيمان بأسماء الله وصفاته فيستلزم تنزيه تعالى عن كل عيب ونقص وإثبات ما أثبته سبحانه لنفسه في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ومن غير تحريف أسمائه